للمرة الثانية خلال ستة أشهر تصدم الهيئة السورية النظمة للاتصالات والبريد السوريين بالأسعار والرسوم المفروضة على خدمات الاتصالات في سوريا والتبريرات غير متوقعة فما القصة؟ بعد فرض زيادة في الأسعار على اللوائح التشغيلية في شهر مايو أيار الماضي أعلنت الهيئة النظمة للاتصالات والبريد فرض زيادة جديدة لتبلغ نحو 25 إلى 35% لتكون بذلك الزيادة الثانية في هذا العام وجاء في بيان الهيئة المنشور على صفحتها على فيسبوك مبررات الزيادة الثانية حيث قالت إن تلك الزيادة فرضت بهدف ضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لجميع المشتركين وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتغطية النفقات المترتبة على تلك الخدمات وذلك بسبب تأثرها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تعانيه الأسواق السورية من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسعر الصرف لذا وافقت الهيئة النظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الأساسية اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم وختمت الهيئة البيانة بالتسعيرة الجديدة حيث قالت إنه وفقا للتعديلات الجديدة ستكون زيادة على التعرفات الأساسية من 5 إلى 35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و30% زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت وفي هذا الصياق علق مهندس الاتصالات والموظف السابق في شركة سيرتيل إبراهيم الصباغ في تصريحات لموقع أوريانت نت حول هذه المسألة حيث قال إن موضوع زيادة الأسعار هو أمر معتاد في كل عام لكن وفق خبرته فإن النسبة تشمل جزءا من التكاليف ومصاريف الخدمات المقدمة أي بمعنى أنه عندما تعلن الشركة عن خدمة جديدة مجانية بالكامل وغير مأجورة تكون في الواقع مأجورة وتحصل الشركة على رسومها من خلال عمليات الزيادة على الرسوم والخدمات ورأى مهندس الاتصالات السورية أن الهيئة أصبحت بعد الإطاحة برجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس مجرد واجهة لا أكثر خاصة بعد استلام أسماء الأسد لزمام أمور شبكتين سيرتيل وامتئان وجهة النظر للمهندس السوري جاءت بناء على أن زيادة في أسعار المكالمات تقررها أسماء الأسد وفق دراسة يعدها واجهتها الاقتصادية بما يتناسب مع المعدل الذي يجب أن تكون عليه أرباحها وبشكل يتناسب أيضا مع ارتفاع سعر القطع الأجنبي وانهيار العملة الوطنية وفي شهر أغسطس أبل ماضي كانت الهيئة النظمة للاتصالات أعلنت عن تقديم خدمة جديدة تحت مسمى خدمة التجول والتي تتيح التزود من أي برج تغطية يقدم جودة أفضل في الاتصال حتى وإن كان المشترك يدبع لشركات أخرى